ده راج بطل فيلمنا النهاردة وفيلمنا بيبدأ في قرية بتهتم بتربية الأفيال وبيصادف في الوقت ده موسم التزاوج بتاعهم ودي اسمها شانكو بتكون أخت راج وبتكلم أبوها دكتور ناير اللي بيتمنى راج يرجع القرية في الزكرة السنوية رقم 10 لوفاة أمه فبتقول له كلمه وساعتها ممكن يوافق ووقتها بيشوفوا طيرس بيضر فوق المكان وبنعرف النهر الرجل أعمال وبيرافل في البهولة وبيوريها لصياد محترف اسمه كشاف وبيكونوا عايزين يموتوه وياخدوا الأنياب بتاعته علشان يبعوها وكشاف يحدد معا مولته لأن الفيل نوع نادر وقرب ينكرد وساقاتها عشانكو بتقول للفيل اديني طوبة بعد إذنك وبعدها بترميها في اتجاه الكاميرا وبتكسرها ولما بيروح لمدينة مومبي بيلاقي راج دكتور بيتاري وبيحب الحيوانات وبيتعامل معاهم كأنه صاحبهم والسكرتيرا بتبلغوا أن أبو اتصل بيه وعايزوا يسافر لكن بيكون رافض وبيسيبها ويمشي وبعدها بيسمع رسالة من ناير وبيترجاع يحضر الزكرة السنوية لأمه ولما راج بيبدأ يتضرب بيتخيل شكل أمه وهي واقف قدامه وبنعرف أنه بيجد الفنون القتالية ومهتم جدا بالرياضة وساقاتها الصحفية ميرا بتروح له لأنها عايزة تكتب قصة أبو مع الفيلة فبيحراجها وبيقول لها ممكن تروحيله القرية ولما بيخرج بتفضل موجودة معاه وساعتها بيلاقوا مجموعة شباب مسكين كلب وعملين يصوروه فبيضطر يروح لهم وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيكون قادر عليه وبيخليهم ينداموا على كل حاجة بيعملوها وفي نهاية الأمر بينقذ الكلب من إيديهم ووقتها بيغير رأيه وبيكلم السكرترا بتاعته وبيعرف أنه هيسافر وتاني يوم بيركب الأوتوبيس وبيكون في الطريق لقريته ومرة واحدة بيتفاجئ أن الأفيال منعين الناس تعدي فبيروح علشان يعرف إليم زعلهم وبيبدأ يتكلم معاهم وكأنه فهم لغتهم وبيكتشف أن فيل مات في نفس المكان من أسبوعين فبيتأسف ليهم وهما بيسمعوا كلامه وبيمشوا وبعدها بيقابل ميرا وبيلاقيها رايحة للقرية معاه ورجو الأعمال بيكلم كشاف وبيعرفه أنه لقى مشتري للأنياب وهيدفع كنين مليون دولار ولازم يستضل فيل باهولة خلال ثلاث أيام وفي نفس الوقت راجو ميرا بيوضعوا بعض لأنها هتروح القرية بالعربية وهو بيقابل أخت شانكو بيسلم عليها بعد غياب عشر سنين وبيأخذ المركب بتاعهم وبيروح القرية عن طريق النهر وساعتها بيوصل هناك وبيكون مستغرة بالمكان وبيقابل جايش وبيفتكروا لما كان تفل صغير قبل ما يسافر وبيعرف أن رعاة الأفيال سابوا الغابة ويعتبر مفيش حد فاضل منهم وبعدها بيروح يقابل الفيلة ديدي وبيتأسف لها علشان بيعد عنها الفترة طويلة وهناك بيشوف أبوه بيسلم عليه وبيحاول يتعامل معها بشكل طبيعي ووقتها بيعرفوا على الفيلة جامون وأن الصيادين موتوا أمها وفي نفس الوقت رعاة بيكشف على ديدي وبيتفاجئ أنها حامل وبيعرف أن أبو المولود هو الفيل باهولة صديق طفولته ومن ناحية تانية كشاف يحضر رجالته وطيارته وبيستعد علشان يصطدي الفيل باهولة وبيرأي بكل تحركاته وبعدها رعاة بيكون مع أبوه وبيسأله ليه ما خلتش أمي تخرج من القرية وتتعالج من السرطان في مدينة مومبي فبيقول له أنت كنت صغير ومش فاهم حاجة فبيتداق من كلامه وبيسيبه ويمشي وساعاتها بيلاقي ميرا لسه واصلة المكان بشونة بتاعتها وبتروح تتعرف على دكتور ناير وبتبلغوا أنها صحفية وجهزة علشان تعمل مع اللقاءات وبعدها شانكوا بتطلب من أخوها يفضل معهم كذا يوم بعد ما يخلص الاحتفال بالذكرى السنوية لأمها لكن بيرفض لأنه مرتبط بشغل كتير وبعدها بيركب الموتساكل وبيسيبها علشان يشوف الفيل بهولة وهو في الطريق بيفتكر في كل ذكرياته معاه وإزاي كانوا بيعملوا كل حاجة مع بعض وأول ما بيوصل للغابة بيمسك تعبان في اللحظة الأخيرة وبيحطوا جنب البيت بتاعه وبيحاول يطمنوا وبعدها بيقابل الفيل بهولة وبيقف قدامه وبيخليه يتعرف عليه وساقاتها بينفذوا الحركة اللي كانوا بيعملوها دايما زمان ووقتها بيفضل يجري وسطهم وكأنه واحد منهم وبينزل معهم النار وبيلعبوا مع بعض وفي نفس الوقت كشاف بيشوف الكاميرا بتاعته الفيل واقف مع واحد ومستغرب الموقف وراج بيوضع صديقه بهولة قبل ما يسافر وبيباركله علشان هيكون أبه قريب ولما بييجي الليل ناير بيعمل لقاء صحفي مع ميرا وبعدها بيروح لابن راج وبيقول له أمك هي اللي رفضت تتعالج في المدينة لأنها كانت متمسكة بالمكان ومش عايدة تسيب الأفيال وهو بيحس وقتها أنه ظلم أبوه وكان فهمه غلط والتاني يوم بيستعده علشان يعمله الاحتفال للذكرى السنوية لأمه وراج بيبدأ يتعامل مع أبوه بشكل كويس وميرا بتصور كل حاجة بتحصل في المكان وفي الوقت ده بيظهر ديف وبينلاقي حارس الغابة وبيروح يسلم على راج بعد غياب عشر سنين ووقتها بينلاقيه بيفتكر في كل ذكرياته مع أمه وبيباني أنه كان بيحبها جدا ومتعلق بيها وبعدها هو وأبوه بيعملوا الذكرى السنوية بتاعتها ولما بيجي الليل بيكون قاعد مع أخته وبتكلم معها وفجأة بيظهر واحد سكران وبنعرف أن اسمه جوجا وبيكون أبو ديف وبيقول الصيدين في الغابة وهيقتلوا الأفيال وهيخلصوا عليهم وللأسف محدش بيصدق كلامه وبيعتبروا مجنون وبعدها ناير بيكون واقف وفيه إرد بياخد تليفونه وبيروح يسلموا الواحد تاني محدش بيشوفه ولما بيروح للغابة بيلاقي بهول حسس بخطر وبيفضل يسرخ بصوت عالي وفي نفس الوقت دي دي بتسمعه وتحس بيه ودكتور ناير بيروح لها لكن بتسيب المكان وتمشي فبيركب العربية بتاعته وبيكون وراها وبيدخل الغابة وراش بيصحى من النوم وبيحس بحاجة غريبة وبيعرف مين ميرا وأخته أن أبوه موجود في الغابة فبيخاف عليه وبيركب الموتسكل وعايز يلحقه وفي نفس الوقت الصيادين بيفضلوا يقتله في كل الأفيال وبيخلصوا عليهم وبعدها كشاف بيمسك القناصة وبيضرب أهولة كتير جدا لحد ما بيقدر يموته وبيقع على الأرض وبيفكد الحياة ولما راش بيوصل للمكان بيلاقي ناس عايزة تموته وهو بيدفع عن نفسه وبيفضل يضرب فيهم ومحدش عارف يقف أصاده لكن في النهاية بيسيطروا عليه وبيقع على الأرض وبعدها ديدي بتلاقي جزها ميت قدامها وبتصرخ ودكتور ناير بيشوف الصيادين بياخدوا الأنياب بتاعت الأفيالة وأول ما كشاف بيلاقيه وقف قدامه بيمسك السلاح وبيضربه بالنار وديدي بتسجل المشهد اللي حصل في الزاكرة بتاعتها وساعتها راش بيوصل لهم وبيشوف أهولة مقتول وبعدها بيلاقي أبوه مضروب بالرصاص ومش عارف يساعده وللأسف بيطلع في الروح قدامه وبيفكد الحياة والشرطة بتروح المكان وبتتفاجئ من منظر الأفيال اللي ماتت وشانكو بتكون مصدومة وبتفضل تعايت على أبوها ووقتها راش بيتعاهد هينتقم من الناس اللي قتلوه وتاني يقوم الشرطة بترجع الأنياب اللي تسرقت وبتولع فيها قدام الناس وميرا بتكون هناك وبتصور كل حاجة وفي نفس الوقت الراش بيستعد علشان يعمل مراسم الجنازة والأفيال كلها بتحضر للمكان لأنهم كانوا متعلقين بدكتور ناير جدا وبعدها بيولع في جسة أبوه بيكون زعلان عليه والأفيال بتاخد واجب العزة وبتسيب الجنازة وتمشي وساعاتها الشرطة بتوصل للمكان وبتبلغ راج أن أبوه كان متقطق مع الصيادين وفيه تسجيلات تليفونية بينهم فبيتداق من كلام الزابط وبيحاول يضربه وساعاتها بيقبضه عليه وبيحطه في العربية ولما بيروحي لقاسم بيكلبشه قده والزابط بيأمره يمدي على اعتراف أنه هو وأبوه متأمرين مع الصيادين فبيرفض كلامه وبيفضل يضرب فيهم بالرغم أنه هو متكلبش وما حدش بيكون قادر يقف قدامه أو يسيطر عليه وشانكو بتوصل معديدي المكان وبتقدر تخلع شباك الحجز وراج بيهرب منهم في اللحظة الأخيرة وبعدها بيتقابله وميرا بتوري فيديو للأنياب وهي بتتحرق وبيعرف أنها مش بتاعت بهولة وأنها لسه مخرجتش من الغابة وشانكو بتروح تبلغ ديف في كل حاجة وبيقرر يساعد راج ولما بيمشي بعربيته بيلاقي ميرا رجبة في الصندوق فبتكرر شانكو تاخد الفيل بتاعها وتروح وراهم ومن ناحية تانية راج بيوصل للمكان اللي ماتت في الأفيال وبيفضل يدور لحد ما بيلاقي الأنياب موجودة قدامه وساعات هديف بيروح له وبنكتشف أنه كان متواطئ مع الصيادين في كل الجرائم بتاعتهم وكان لازم يعمل كده علشان يصرف ويعالج أهله بعد ما المحاصيل بتاعتهم اتدمرت وبيرفع السلاح على راج وعايز موته لكن ما بيخافش منه وبيقرر يتحداه وميرا في الوقت ده بتصور كل حاجة بتحصل ولما بنروح لشانكو السيادين بيقدروا يوقفوها فبتضطر تنزل من على ديدي وبتسلم نفسها وبعدها بنرجع لراج وديف وهم اللي اتنين بيفضلوا يضربوا في بعض وكل واحد منهم عايز يسيطر على التاني وراج بيسأله مين اللي قاتل أبويا وديف بيقوله أنا وانت مش هنقدر نقوا في قصادهم وساقاتها ناس بتهجم عليهم وهم بيدافوا عن نفسهم وبيحاولوا يتخلصوا منهم لحد ما بيظهر كشافه رجالته وبيلاقوا شانكو معاها وبيهددوها بالموت ولما ديف بيحاول ينقذها بيقتلوه وبيقع على الأرض وبعدها بيدربوا راج بالنار وبيتصاب جدا وميرا بتشغل سرينة الشرطة علشان يخافوا ويهربوا وهم بياخدوا الأنياب وبيسيبوا المكان بسرعة ووقتها بيلاقي راج مصاب وفقد الوعي لكن جاجة بيروح له بيلاقي لسعيش وبيقدر يعالجه وبيخرج رصاصة منه وبعدها بيولع في ابنه ديف وبيفضل يعيط وزعلان عليه ومن ناحية تانية كشاف ماسك شانكو ومسيطر عليها وبياخدها معاهم في المركب وبيكونوا ماشيين في النهر وفي نفس الوقت راج بيفوق لكن مش قادر يتحرك وبيعرف ان جاجة كان دايما بيذكر علشان ينسى ان ابنه متواطئ مع الصيادين فراج بيقوله ان ديف مات وهو بيحاول انقذنا وكان واقف معانا وبعدها بيقوم وبتحضر وصاصة لواخدها وبيمسك تليفون واحد من رجالة كشاف وبيعرف المكان اللي هما رايحينه وساقاتها بيركب الموتسيكل بتاعه وعايز ينقذ اخته وينتقم ومن ناحية تانية كشافه رجالته بيحضروا الانياب علشان يبقوها وشانكو بتكون محبوسة ومتكتفة وبعدها بيحضر السيد سيناكي اللي يشتري منهم الانياب وفي الوقت ده بيوصل راجل للمكان بتاعهم وبيبدأ يضرف كل رجالتهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر يسيطر عليه وبيستخدم كل المهارات القتالية اللي تعلمها في حياته علشان يخلص عليهم وقتها بالله يميره في نفس المكان وبتحاول تدخله وبتعرض حياتها للخطر وبتاخد مكان مناسب علشان تصور كل اللي بيحصل حواليها اما راجل بيقدر يكتحمل واكر بتاعهم ومحدش بيقدر يشوفه وبعدها الصيادين بيعرض الانياب وسيناكي بيوافق يشتريها وبيقدم لهم اكتنين مليون دولار وساقاتها راج بيرجع يدرب فيهم وعايز يبوز خطتهم وبيروح لأخته شانكو وبيقدر ان هو يفكه ويساعدها ووقتها بيخرج لهم وبيحاول يدفع عن نفسه وعايز ينتقم منهم على كل حاجة عملوها وبيكون مصمم يحمل انياب وميخليهاش تتباع وساقاتها ميره بتعمل بس مباشر للناس والشرطة بتشوف كل اللي بيحصل ومن ناحية تانية كشاف بيقدر يسيطر على راج وعايز يموته وبيقول له انت وابوك دايما بتوصله في الوقت الغلط ولازم اخليك تحصله وقتلك زيه وراج واخته بيكونوا متفاجئين جدا من كلامه وساقاتها ديدي بتقتحم المكانه وبتنقذهم وجوجا راكب فوقيها وراج بيمسك كشاف وبيفضل يدرب فيه وعايز يرجع حقه ابوه وهو بيبانونه ضعيف جدا قدامه ومش قادر يدافع عن نفسه وبعدها بيتحد مع جوجا وبيفضله يدربه في كل رجالته ولما كشاف يمسك السلاح وعايز يقتله ديدي بتفتكر ازاي ما هو الدكتور ناير وبهولة وبتكرر تروح له وبتدوس عليه وبتنتقم منه على كل حاجة عملها والشرطة بتوصل المكان وبتقبض على كل التشكيل الاصابي والصيادين وجوجا بيكون واقف مع الانياب بعد محافظ عليها وبعدها راش بيكتشف ان ديدي على وش ولادة وبيحاول يساعدها وبعد فترة بيعمله احتفال كبير وبيرحبه بالمولود الجديد وبيكون اسمه قاشا وبينلاقي راش فرحان جدا وعمل بيلعب معاه وكانه واحد صاحبه ووقتها ميرا بتعرض اللقاء الصحفي مع دكتور ناير واللي بيشكر ابنه راج وبيطلب منه يفضل في القرية مع الافيال ويحاول يمنع الناس من سرقة الانياب اللي بيستخدموها في الزينة وكسب الصروات وفعلا الراش بيسمع كلام ابوه وبيفضل عايش في الغابة ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك وعملوا اشتراك لقناتنا فيلم فيحدوتا وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد اشتركوا في القناة